السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس التاسع والاخير التحليل باخراج العام المشترك الاعلى من الوحدة الثانية الجبر من منهج الرياضيات للصف الاول الاعدادي لفصل الدراسي الاول وما تنسوك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب الدرس التاسع التحليل باخراج العام المشترك الاعلى خطوات اجراء عملية التحليل باخراج العام المشترك الاعلى وهو عين ميم الف يبقى العام المشترك الاعلى اختصرته عين ميم الف اول خطوة عندنا بوقع نوجد عين ميم الف بين حدود المقدار الجبر نوجد ايه عين ميم الف اللي هو العام المشترك الاعلى بين حدود المقدار الجبر ازاي اول حاجة بنوجد عين ميم الف للعوامل العددية ايه نوجد؟ يبقى لو في عوامل عددية هنجيب عين ميم الف لها اللي هو العام المشترك الاعلى للعوامل العددية ونوجد العين ميم الف للرموز العين ميم الف للرموز ايه هو العين ميم الف للرموز؟ الرمز المشترك بين جميع الحدود الرمز المشترك ايه؟ بين جميع الحدود وبيكون بأصغر أس إن وجد يبقى العين ميم ألف للرموز هو الرمز المشترك بين جميع الحدود وبأصغر أس إن وجد الخطوة اللي بعد كده عنوجد عين ميم ألف خارج القوسين يبقى احنا كده نعمل قصين خارج القصين عنكتب العين ميم ألف خارج القصين نكتب عين ميم ألف الخطوة الثالثة عنكسم كل حد من حدود المقدار على عين ميم ألف كل حد من حدود المقدار نكسمها على عين ميم ألف وخارج القسمة نكتبوه داخل القوسين يبقى خارج القسمة لكل حد نكتبوه داخل القوسين يبقى نعمل ايه عنجيب عين ميم ألف بين حدود المقدار الجبرم هنكتب عين ميم ألف خارج قوسين وبعد كده هنكسم كل حد من المقدار باك نكسم كل حد من المقدار على عين ميم ألف ونكتب خارج القسمة لكل حد داخل قوسين هنيفهم مع بعض لما نشوف مع بعض الأمثلة مثال رقم واحد حلل كل مما يأتي بإخراج العام المشترك الأعلى هنا جيبنا أول واحدة خمسة ألف زائد عشر به رقم اثنين ستة ألف والستنين زائد أربعة ألف رقم ثلاثة عشر سينو السي ثلاثة صادو السي ثلاثة ناقص خمسة سينو السي ثلاثة صادو السي ثلاثة رقم اربعة تمانية ألف والستربعة به السي ثلاثة زائد اتناشر ألف والستلاتة به السي ثلاثة ناقص تمانية ألف والصربعة به والصربعة الحل أول مسألة معنا خمسة ألف زائد عشرة به أول حاجة نعمل إيه نجيبه العين ميم ألف للعوامل العادي الخمسة والعشرة الخمسة والعشرة العامل يشترك بينهم هو الخمسة هو أكبر عدد يقبل قسمة عليهم هما الاتنين يعني انتك الخمس تكبر قسم على الخمسة والعشرة تكبر قسم على خمسة يبقى العين ميم ألف العامل مشترك الأعلى هو الخمسة طب هنا في رموز مشتركة ما فيش رموز مشتركة يبقى نكتب الخمسة بس بعد كده نعمل إيه هنكسم كل حد في المقدار على الخمسة فخمسة ألف على خمسة الخمسة تروح مع الخمسة يبدينا ألف طب عشرة به على الخمسة عشر على الخمسة في الاتنين والبه تنزل يبقى تساوي خمسة افتح قص ألف زائد اتنين به الألف دي خارج قسمة خمسة ألف على خمسة زائد زي ما هي الاتنين به دي خارج قسمة عشرة به على خمسة في رقم اتنين هنا عندنا ستة ألف وستة اتنين زائد أربعة ألف العين ميم ألف هو ايه اتنين ألف عندك الستة والأربعة العين ميم ألف لها اتنين وهنا ألف وستة اتنين العين ميم ألف للرموز اللي هو ألف الرمز المشترك بأقل أس اللي هو الألف أس واحد يبقى نقوله ايه اتنين ألف الخطوة اللي بعد كده هنفتح قص هنكسم ستة ألف وستة اتنين على اتنين ألف وخارج القصم نكتبه هنا فستة ألف وستة اتنين على اتنين ألف بتلاتة ألف ستة على الاتنين فيها التلاتة ألف وستة اتنين على الألف لنطلح القصص يبقى ألف وستة واحد يبقى تلاتة ألف بعد كده عندنا أربعة ألف على اتنين ألف أربعة على الاتنين فيها الاتنين والألف تروح مع الألف يبقى هنا عندين تساوي 2 ألف في 3 ألف زائد 2 بينقصين في رقم 3 10 سينس 3 صادس 2 ناقص 5 سينس 2 صادس 3 عين ميم ألف هو 5 سينس 2 صادس 2 الأعداد هنا 10 و 5 العام مشترك بينهم الرموز هندك سينس 3 وسينس 2 طيب هنا صادس 2 صادس 3 يبقى نقول تساوي 5 سينس 2 صادس 2 نفتح قص نكسم 10 سينس 3 صادس 2 على 5 سينس 2 صادس 2 زي ما احنا شايفين هنا هنا نقوله 10 على 5 في هل 2 طيب سينس 3 على سينس 2 بنطلع على الأسس يبقى سينس 1 صادس 2 تروح مع صادس 2 يبقى الناتج 2 سين هنكتبه بينقصين 2 سين ناقص هنكسم 5 سينس 2 صادس 3 على 5 سينس 2 صادس 2 فإنه عنديك 5 سينس 2 هتروح مع 5 سينس 2 طيب صادس 3 على صادس 2 نطلع على الأسس تبقى صادس 1 نكتبها هنا يبقى لن يساوي ايه 5 سينس 2 صادس 2 افتح قص اتنين سين ناقص صاد بالنسبة لرقم 4 8 ألف وصادس 3 زائد 12 ألف وصادس 3 به وصادس 3 ناقص تمانية ألف وصادس 4 به وصادس 4 أول حاجة العلم ألف هو ايه 4 ألف وصادس 3 به وصادس 3 بهين دي كنت الرموز ألف وصادس 3 ألف وصدة 3 ألف وصادس 3 بيه 8 ثلاثة بيه 8 ثلاثة يبقى بيه 8 ثلاثة ناخد الرمز الاقل اس وبالنسبة لي الاعداد 8 وي Kennedy العين ميم الف بينهم هو الاربعة و SARS הان 4 يبقى 4 الominium ثلاثة بيه erstلاثة نفتح قوس هنكسم8 ألف 1 أربعة به أس تلاتة على أربعة 1 ألف أس تلاتة به أس تلاتة 8 أحد 4 في هل ي 2 طيب 1000 أربعة ألف أس تلاتة تبقى ألف أس первا وأس تلاتة هتروح معه يبقى نكتب tip here اول حاجة ايه هنكتبه 2 ألف زائد 12 ألف أس تلاتة به أس 3 على أربعة ألف أس تلاتة به أس تلاتة الناتق 3 به فهنا عندين اطناشر الف وأس تلاتة به أس الاربعة على أربعة الاف أس تلاتة به أس تلاتة اطناشر على الاربعة فيه التلاتة الف أس تلاتة سنطلح الأس ويدنا به أس واحد يبقى نكتب تلاتة به هنا بيقول زائد تلاتة به بعدية الحدي الاخير الى تمنية الف أس اربعة وعلى العunn عagement ثمانية على أربعة المستله بفتر exhibitions 8 على الأربعة فيها الاتنين وألف أسة أربعة ألف أسة ثلاثة يبقى ألف أسة واحد وبه أسة أربعة على بيه أسة ثلاثة يبقى به أسة واحد يبقى نقوله ناقص اثنين ألف به يبقى هنا الإشارة زي ما هي هذه ناقص يبقى الإشارة هنا ناقص مثال رقم اثنين حلل كل مما يأتي بإخراج عين ميم ألف واحد لا مضروف في ألف زائد به زائد ميم مضروف في ألف زائد به اثنين تسعة سنوست اثنين مضروف في تلاتة ألف ناقص به بنقصين زائد أربعة صاد مضروف في بنقصين تلاتة ألف ناقص به ناقص تلاتة ألف ناقص به رقم تلاتة سين مضروف في بنقصين لم ناقص ميم زائد صاد مضروف في بنقصين في ميم ناقص لم الحل أول مسألة معنا لام مضروبة في ألف زائد به زائد ميم مضروبة في ألف زائد به يبقى العامل المشترك الأعلى هو ألف زائد به فنقوله بين قصين فنقوله يساوي ألف زائد به بعد كده نكسمه لام في ألف زائد به على ألف زائد به عندنا لام نكتبه بين قصين زائد ميم في ألف زائد به على ألف زائد به يدينا ميم يبقى هنا عندنا الناتج ألف زائد به مضروفة في لام زائد ميم في رقم اتنين تسعة سينوس اتنين مضروفة في تلاتة ألف ناقص به زائد أربعة عصاد مضروفة في تلاتة ألف ناقص به ناقص تلاتة ألف ناقص به يبقى العام المشتراك الأعلى العين ميم ألف هو ايه تلاتة ألف ناقص به طب بعدك ايه تساوي هنكتب تلاتة ألف ناقص به هنكسم بعدك تسعة سين وستنين في تلاتة ألف ناقص به على تلاتة ألف ناقص به عيدنا تسعة سين وستنين نكتبها بينقصين بعدك زائد أربعة صاد مضروبة في تلاتة ألف ناقص به على تلاتة ألف ناقص به عيدنا أربعة صاد نكتب هنا أربعة صاد يبقى تلاتة ألف ناقص به عيدنا أربعة صاد ناقص تلاتة ألف ناقص به 3 ألف ناقص به يساوي 1 ناقص 1 في رقم 3 سين في لام ناقص ميم ناقص صاد في لام ناقص ميم يعني عندنا العين ميم ألف هو المقدار هو المقدار لام ناقص ميم فنقوله ساوي لام ناقص ميم برقص وبعدك نكسمه سين في لام ناقص ميم على لام ناقص ميم بعدك ناقص صاد في لام ناقص ميم على لام ناقص ميم لام ناقص ميم يساوي 4 فليام ناقص ميم تبدو مضруفة في سين ناقص صاد مثال رقم 3 إذا كان سين زال الصاد تساوي 5 والف زائد جيم تسعة وثلاثة فوجد القيمة العددية للمقدار الف مضروبة في سين زائد صاد زائد جيم مضروبة في سين سائد صاد باستخدام التحليل بإخراج العام المشترك الأعلى اللي هو العين ميم ألف الحل هنا عندنا ألف مضروبة في سين زائد صاد زائد جيم مضروبة في سين زائد صاد يبقى العين ميم ألف هو مين سين زاء الصاد هنكتب يساوي سين زاء الصاد بعد كده ألف في سين زاء الصاد نكتبه على سين زاء الصاد يدينا ألف بنقصين زائد جيم في سين زاء الصاد على سين زاء الصاد يدينا جيم نكتب الجيم طيب القيمة العددين المقدار هنا عندنا سين زاء الصاد بخمسة نشيلها ونكتب خمسة طيب ألف زائد جيم بثلاثة نشيلها ونكتب 3 5 في 3 تساوي 15 مثال رقم 4 استخدم التحليل بأخذ العام المشترك الأعلى لتسهيل إيجاد ناتج ما يليه أول واحدة 25 فوق ناشر ناقص 25 في 2 رقم 2 33.2 زائد 33 في 85 ناقص 33 18 رقم 3 15 والستنين زائد 15 في 2 ناقص 15 على 16 الحل أول مسألة معنا 25 في 12 ناقص 25 في 2 العين ميم ألف اللي هو الـ 25 بنطلع الـ 25 من برة ونضرب بنقصين هنا عندنا 25 في 12 هنكسيم على 25 الخمسة وعشرين تروح مع الخمسة وعشرين نكتب له 12 بعد نقوله ناقص 25 في 2 على 25 الخمسة وعشرين تروح مع الخمسة وعشرين يبقى نقوله ناقص 2 بعد كنا نديك 12 ناقص 2 10 في 25 250 رقم 2 عندنا 33 أسر 2 زائد 33 في 85 ناقص 33 في 18 العين ميم ألف العين ميم ألف هنا 33 نقوله 33 افتح قوس 33 افتح قوس هنا عندك 33 أسر 2 على 33 عندنا 33 بعد كده نقوله زائد 33 في 85 على 33 33 تروح مع 33 يفضل 85 بعد كنقوله ناقص 33 في 18 على 33 33 تروح مع 33 يفضل 18 بعد كنقوله زائد 85 ب 118 ناقص 18 900 نضربها في 33 يساوي 3300 رقم 3 15 أسر 2 زائد 15 في 2 ناقص 15 عين ميم ألف للبسط هنا 15 نطلع 15 من بره ونفتح قوس 15 أسر 2 على 15 بيال 15 15 في 2 على 15 زائد 2 ناقص 15 على 15 تساوي سالب 1 طب بعد كنقوله 15 زائد 2 17 ناقص 1 16 في 15 على 16 16 تروح مع 16 الناتج ساوي 15 16 وبكده كنت صلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معا لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة